لكم تابعتوا هذه الاحداث اللي رأى تجري في فرنسا في عدد من الاماكن بعد مقتل الشاب المدعو نائل والله ناهل ربي يرحمه بداية التعزيل للعائلته الاخاربه الناس اللي حبوه الناس اللي يعرفوه مهما يكون الامر هذه جريمة جريمة ارتكبت في حق شاب من أصول جزائرية والمفترض هو أنه كين هناك كم محكمة لا سيما هو أنه شعار الجمهورية الفرنسية هو العدالة الأخوة والتسامح هذا الشاب أخطأ نعم أخطأ هو وراه يسوق برخصة بدون رخصة لا شك هو أنه هذا المسألة يعاقب عليها القانون الفرنسي وحتى القوانين في دول أخرى لكن معالجة الخطأ بخطأ أكبر منه اللي هو والقتل العمدي هذه جريمة فيما بعد التفاصيل هذه كراها كين هناك عدالة كين هناك قوضات وكين هناك محامين اللي راح مرحين هم يخوضوا في هذه المسألة نحن لسنا أهل الاختصاص ولسنا من أهل الضحية حتى لكن كمواطنين رانا عايشين في هنا في فرنسا وكأجانب رانا عايشين من حقنا إلى جلباش نعبره برأينا في الشيء اللي نقدر نعبره عليه لأنه كين مسائل اللي هي من اختصاص العدالة ها لعلكم شفتوا الحرائق شفتوا عملية التكسير عملية الهدم وقبل هذا سمعتوا قبل أيام حملة ضد الجزائر من طرف بعض اللوبيات قبل قبل الحادثات من طرف بعض اللوبيات على خلفية إذاع مقطع من النشيد الوطني الجزائري اللي هو متعلق بالثورة الجزائرية وقيل أنه أعيد مقطع أنت يا فرنسا قد مضى وقت العتاب فاستعدي واخذي من الجواب إلى غني ذلك وفيه بعض الضوائر حتى الصهيونية اللي دخلت على الخط وقاعدين هما ينفخوا في هذه المسألة ولعلكم سمعتم ما قيل حول امتناع تبون على ذهب إلى فرنسا وبدل من ذهب إلى فرنسا راح إلى روسيا ولعلكم أيضا سمعتوا بعد ذهبه إلى روسيا ما قيل حول الجزائر وكذلك بعد ذهب تبون إلى روسيا سمعتوا ما قيل حول المجموعات هذو كنتوا فاغنر ها وإفريقيا وفرنسا ومالي طبيعة الحال عليش أرني نتكلم أنا في هذه الكلام وعليش أرني أنا نكرر في هذه الأشياء ربما لبعض الناس يقول لك ما دخلوا هذا في هذا وش علاقت هذا بهذا إذن وش علاقت هذه الحرائق بالجزائريين مع أنه الكاميرات راح تصور في غير الجزائريين فيه ناس أفارقة فيه ناس من أماكن مختلفة بل حتى فرنسيين وش علاقت هذه الأحزاب السياسية الفرنسية بالموضوع وش علاقت العنصرية بالموضوع إذن هذه المسألة بعد ما كانت هي مخالفة تحولت إلى جريمة وفيما بعد دخلت فيه الآلة السياسية ودخلت إلى الاستغلال السياسي من هذا الطرف أو ذاك هل ترى هي الجريمة الأولى؟ بالتأكيد لا نتمنى أن تكون هي الأخيرة كأن هناك جرائم حدثت شبيهة بهذه الجريمة التي ارتكبت وماتوا فيها ناس ووقعت أحداث في فرنسا حرائق وتكسير وتخريب ممتلكات وإلى غير ذلك وشيء اللي أنا شخصيا الذي أحز فيه نفسي هو ليس الاستغلال السياسي في فرنسا لأن الاستغلال السياسي هذه ليس حاجة جديدة شيء اللي أحز فيه نفسي هو أنه فيه جزائريين في الجزائر ومش في فرنسا وقاعدين يتبنوا في أعمال هما في الجزائر قاعدين يتبنوا في أعمال ومع لابلهم مش وش راح يترتب عليها في هذه المواقع التاعة التواصل كأنهم يستشفوا يستشفوا في هذه العملية الحرق والتكسير شوفوا نقول لكم ليس دفاع على فرنسا ولكن الناس اللي رأي معايشين في فرنسا رامع لابلهم بهذه المسألة هذا التكسير وهذا الحرق اللي راكم شفته راه يصور في وسائل الإعلام سواء في مواقع التواصل ولا في القنوات الفضائية على أساس أنه راه حرب راه حرب راه دائرة والناس خلاص راه راه الدنيا مشتعلة بعد أيام الناس اللي زوروا فرنسا سيجدونها وكأن شيء لم يحدث طرقات هذيك تتمسح وإزجاجات للمكسر سيتم تعويضه والحافيلات هذيك اللي شفتها محروق هذيك سيتم تعويضها بحافيلات أكثر منها واسمه تطور وتكنولوجيا وسيتم تعويض الناس هذوك اللي تكسرت الممتلكات وستعويض الأمور لما جاريها وربما تجي كاش حادثة واحدة أخرى راه أتذكركم بهذه الحادثة هذه ليست المرة الأولى التي تحدث فيها مثل هذه الأشياء كأن هناك سراع راه ضائر في فرنسا الناس عندهم حساب مع ماكرون ومع الحكومة متاعه وراه يتم استغلال هذه الأشياء من حين لآخر يستغلوا في أي حادث مثل ما راه يحدث في الجزائر والناس اللي راه همضوك يتحدثوا على حقوق الإنسان في فرنسا قال لك حقوق الإنسان يشوفوا فرنسا وحقوق الإنسان ليس دفاع على فرنسا لكن هذا الواقع اللي رأي نتكلم به هو واقع مر الجرائم التي حدثت في الجزائر والمجازر التي حدثت في الجزائر في التسعينات ينده لها جبين الإنسانية أولا أن تملي تدرسوا الحقوق الإنسانة يعني هني مواطن عادي إخلاص ممنوع من جوال صفر تملي تعطيه الدرس بحقوق الإنسانة تذكروا مجزرة السركاجي تذكروا مجزرة من طلحها تذكروا مجزرة الرايس تذكروا الجرائم من طلحها الاختطافات بالألاف تحكيوا على حقوق الإنسان من غير سكتوبرك غير مكلا تذكروا ندخلوا في أمر واحد أخرى وأيضا بعض الأئمة في فرنسا بعض الأئمة في فرنسا دخلوا على الخط بطبيعة الحال كان الناس اللي ربما حتى أعز لهم من طرف بعض الأجهزة الأمنية على جلبة شهوما يتكلموا في هذه المسألة بغية تهديئة الأوضاع بطبيعة الحال نحن وضد الحرق وضد التكسير وضد الاعتداء على الناس ولكن ما لازمش الناس تستغل منابر تا الجمعة لو كان رأيها تعطى المنابر للناس والناس تحدثها والله تسمعوا الشيء العجاب لكن هم كين منهم اللي يستغلوا في منابر تا الجمعة ويصيروا يوجهوا في خطابات ويصليين وكأنهم قطعا تغنم قاعدين هم يهاجموا في هذا الناس اللي رأيهم هم يكسروا يحرقوا وكذا هذه أخلق الإسلام لكنهم عميانين العنصرية التي تمارس ضد الأجنب يتحدثوش عليها هذه رأيها نتيجة هذا الحرق هذا والتكسير هذا هذا رأيه نتائج نعم الإسلام هو رأيه بريء من هذه الأعمال كاش واحد من المواطنين لا سيما المسلمين اللي رأي عقيدتهم صحيح كاش واحد منهم وراءه ويحرظ فيه ويقول له انت رأيه حرق ولا ويا هل ترى هذه الناس رأيهم فقط هما جزائريين ولا ويا هل ترى فقط رأيهم هما مسلمين ولا والأحدث اللي وقعت في فرنسا تعليجي اللي جون هلو داروها ثني المسلمين ولا داروها ثني الجزائريين قضية الحرق هذه والتكسير والاعتداء على الممتلكات ليست خاصية بالجزائريين ولا بالمغاربة بشكل عام والله بالأثارقة بشكل عام هذه رأيها مسألة تحدث في كل الدول رأينا شفنا ماذا حدث في إسرائيل رأينا شفنا ماذا حدث في أمريكا شفنا فيما حدث في دول عديدة لكن الغريب هو أن تلقى الناس يتحدثون باسم الإسلام وحاكمين المنابر ويتكلموا في هذه المسألة ويهاجموا في خاوتهم استجابة لبعض الأجهزاء ولكن في المقابل لا يتحدثوا على العنصرية العنصرية موجودة والتهميش موجود والإقصاء موجود والظلم موجود والحقراء موجودة والإنسان هذا المنصف هو أنه يتكلم لما يعالج الموضوع هذا يعالجه من جوان مختلفة طبيعة الحال كأن هناك عدالة اللي رأى هي مختصة بهذا الشأن هذا ولا شك هو أنه رأى مرحين هما يتحدثوا ما هيش عدالة أنت عمر بالخطاب ومش العدالة المطلقة فيها وفيها فيها وفيها هذا السيد هذا رأى هو برحه رأى معتدي على القانون هذا كن لما انتحدثوا هنا على القانون وفي نفس الوقت هذا الشخص هذا اللي رأى هو قتله هو نفس الشي رأى هو عالج خطأ بخطأ أشد منه بحيث هو أنه رأى أزهق روح بريئة رأى أزهق روح قتله ماشي قلبوك ضربوه والله قال معنا بليش أنا اعتدى عليه قال مثلا ضربوه عينه والله معنا بليش أنا راهوا قتله راهوا محاه من الوجود ما يشهدين الحادثة الأولى اللي تحدث راهى قديمة حدثت أشياء واحد أخرى في فرنسا لعلكم تتذكروا الحادثة هذه حدثت فيها نفس الشي أعتقد في جوية 2005 و2006 لا أتذكر بالتحديد هنا في مدينة تولوز الناس عاشت أيام كوبتردور والحرائق وصلوا أن الناس يرميوا في سيارات ورموا حتى في المترو خلي من حرق السيارات هذه ليست هذه الحادثة الأولى والناس اللي رأى مظرك هما عايشين في فرنسا طبي حتى الحال كيني الناس اللي هما معل بالهم بها حتى ونرى صبدة وكيني الناس اللي هما يتقحموا مرة على مرة كيني استفزازات كيني هناك قضية التمييز موجودة وحتى القوانين تعاقب القوانين موجودة موجودة وتعاقب الناس اللي هما يمارسوا التمييز ويمارسوا العنصرية لكن على أرض الواقع موجودة وكيني أحزاب اللي هما رأى مدخلوا فيها سواء من اليمين ولا من اليسار ولا من هدو انتع اليمين المتطرف ولا رأى مدخلهما في الخط كيني الناس اللي هما رأى مضحايا وكيني الناس اللي هما رأى ميستفادوا من هذه الأشياء الضحية الأول هو هذا الشخص هذا الله يرحمه والعائلة انتعوا الضحايا هما الأجانب اللي رأى كل حادثة تلسق بهم كيني الناس اللي رأى مدرك هما يقوموا بأعمال يكسروا يحرقوا ويعتدوا على ممتلكات الناس ويسرقوا ويعملوا أشياء ولكن تلسق بالأجانب إلى درجة أنه لما تجيت مرة في كشحة إن شاء الله يقول له يشوفوا فيه لماذا لأنه كان هناك كليشيات جاهزة وموجودة كين نمطية موجودة نمطية صارت الناس عندها إحكام جاهزة قال لما يشوفوا واحد أجنبي يشوفوا فيه على أساس أنه رأى من هذا النوع اللي رأى هو يحرق وراه يكسر وراه يسرق وراه كذا مع أنه الناس ليش كلها سواسية لهذه المسائل نفس الشي لكي نكونوا منصفين ونكونوا عادلين لا في الأقل قوال تاعنا ولا في أفعالنا هذو الناس اللي رأى في فرنسا نفس الشي ما مش كلهم رأى عنصريين وما مش كلهم رأى ناس دمويين بالعكس رأى كينين الناس حتى كنتشوفوا فيهم في المعارضة ورأى ينتقدوا في هذه الممارسات فما لازمش الناس تعمم بالإضافة إلى ذلك رأى عندكم خاوتكم بالآلاف المؤلفة من الحراقة اللي رأى هم موجودين في فرنسا هذو الناس اللي رأى هم جايين في مواقع التواصل هكذا وقاعدين هكذا شغل تستشفاه رأى هم هما اللولين اللي رأى هم رايح يتمسح فيهم الموس كاين الناس اللي ربما ذلك يحكموه إلا كان في وقت من الأوقات قال ما ثم رأى هم كاينين راحين يتسامحوا قال ما ثم رأى هكاين النية وش اسمه تسوية أوضاع الناس والله لما تصر إحداث كما هكذا يقول لي والناس بدون شفقة وبدون رحمة لذلك أنا أطلب من الإخوة اللي سيامال إخوة اللي راكم موجودين في الجزائر يا صاحبي نترك قاعد في البلاد خاوتك رأى هم ذرك هما في مواجهات راكين منهم اللي ربما تحمى عينو والله ما يهمكش لأنك ما تخافش ربي خافوا ربي شوية خافوا ربي راهم عندكم خاوتكم راهم موجودين الناس عايشين بدون وثائق راهم عايشين في ظروف الله أعلم بها خموا على خاوتكم راهم قادر غدوة واللي انت حراك خموا على خاوتكم هذه الحاجة اللولى والناس الأئمة لما تكلموا تكلموا بموضوعية نعم نحن ضد التكسير ضد الحرق ضد السرقة ضد الاعتداء على الممتلكات ولكن في المقابل نحن ضد العنصرية ضد الاستغلال ضد الاستياد في المياه العاكرة ضد المانيبيلاسيون ضد الاريكوبيراسيون بوليتيك راناثني ضدها كي الناس اللي راح مو ما يستغلوا من هنا ولا من هي والمشاكل بين الجزائر وفرنسا ليست وليدة هذا قتل هذا نائل هذا راها رحت فيها ملايين ملايين من الشهداء وراها احتلال دام أكثر من قرن وثلاثين سنة وبالتالي معالجة هذه المسائل هكم تشوفوا هذه الزيارة تعتبون ما علاقتها بهذا نائل هذا وهذا النشيد منتع الجزائر ما علاقته بنائل هذا وراحت احداث في الجزائر وفي فرنسا لعلنا فقط هو ان نذكر باغتيال الرهبان تعت بحرين قطع الرؤوس ليس قلب رصاصه قطع الرؤوس رهبان دخلوا ليهم ودقواهم وعدموهم نذكروا فقط بالحادثة تعتبر ميشيل تعتبر الاختطاف تعتبر الاربوس والتفاصيل منظر مش داخلين فيها بالتالي يدرك الوضع هذا اللي رانا الناس راعيشته الوضع راه مو كهرب الناس اللي تكلمون انتم في هذا الموضوع خافوا ربي راه دماء راه ارواح انتع الناس راه التاريخ علم حق مش اي انسان هكذا برك يلا يتكلم على الاقل يا خويا تسمى دير المان بالموضوع او تكلم بموضوع اي او اسكت ماذا غير هكذا تبدأ الناس تشاعع كان الشباب اللي راه مدرك هما يعانيوا يعانيوا في فرنسا ما راه مش خدمين ما عندهم مش سكنة كان منهم اللي مساكن راه مداخلين في علم نتع الهلوسات نتع المخدرات كان الناس اللي راه ميعانيوا من مشاكل مختلفة هذه عنصورية وهذا التهميش وهذا اقصاء وهذا كذا وكين احيا لما تدخلها تحس في رقب اللي مكش في فرنسا هذه حقائق راه الناس تشوف فيها على ارض الواقع نس تشوف فيها الا اما يا خويا لازم الانسان يتكلم على هذه المسائل ماذا يعلي جلبش هو قال مثلا تربح انت وجه انت على السلطات الفرنسية تصير انت تجلد في خوتك فذرهم خوتك مهما كان الامر وحاولوا انك تدعوهم بالرفق ماذا تتح عليهم هما تتح عليهم وفي المقابل قال ذرك انت تدهن للسلطات الفرنسية كاين هناك مشاكل كاين هناك اخطاع كاين هناك تراكمات هذا اسمه هذا ماكرون ولا الحكومة انتعوه واش نتكلموا بموضوعية هما راهم ورثوا ورثوا اخطاء اللي هي متراكمة من وقت الاحتلال وربما من قبل راهم ورثوا ورثوا اشياء راها اجيال على اجيال راها تورث في هذه الاشياء فما يجيش هو الواحد هو يحصلها في ناس هكذا صحيح هو ان الناس راها تتناول في المخدرات صحيح هو ان الناس راها تتناول في المسكيرات صحيح هو ان الناس راها تعتدي على الاملاك وهذا شيء ترفضه الشرائع وترفضه القوانين وترفضه الادمية وترفضه الانفة وترفضه ال الفطرة صحيح ولكن واقع كي نواقع كي الناس رأها هي مساهمة في تعكير الأجواء ما كانش يد اللي رأها تخلط غير فقط هما الجزائريين اللي رأهم يحرقوهما اللي رأهم هما يسرقوهما بل وصل الأمر للاستئزاء والسخرية قاعد نشوف هنا في ناس ينشروا في مقاطع على أساس أنه فيه سيدة جزائرية ورأها طيب في الرجلين وطيب في البوزلوف والنار شعلة يعني لهذا الحد هذا يعني هذو الناس اللي رأهم عايشين في طورة بورة يسمحوننا خاوتنا الأفغان وهذيك ما يديروهاش واضح بللي المسألة رأها انتع منتاج واضح بللي المسألة رأها الناس رأهم يديرو في الكلون يحوسوا على البوز ويحوسوا على الجامات والتعليقات واضح المسألة يعني لا تحتاج لتفكير بزار قاعدين ناس يصوروا في الحرائق ويصوروا في مرأة لأساس أنها رأت طيب في الرجلين يا صاحبي والناس شوف 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 قاعدة تضحك وفي المقابل الناس رأها تفقد في ممتلكاتها رأها تفقد في مناصب شغلها رأها تفقد فيك ذا والناس قاعدة تضحك وتلعب ونورمال توفى هذا الشاب هذا الله يرحمه وربي شاء الله يكون مع العائلة تعو وكاين شباب للواحد لازم يتفهم الغضب بتاعهم لأنه رأهم عايشين هما تهميش وعايشين هما الإقصاء وعايشين هما تمييز وعايشين العنصرية كاين الناس اللي رأهم ربما لقوا صعوبات في مجالة مختلفة كاين الناس اللي رأهم غافبين كاين الناس اللي ربما حتى تجيبهم الحمية قال هذا رأه خونة ورأه تحقر ورأه كذا وكذا ويندفعه وكذا ولكن في المقابل كاين الناس اللي رأهم هما يستغلوا في هذه الأحداث ورأهم قاعدين يمشخوا فيها وقاعدين يربطوا في مسائل وحتى شفت بعض الناس هكذا يعني قولك على بيان رئاسة الجزائرية وكذا 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 لو كان ذلك هذي الرئاسة الجزائرية تتكلم قال لها تكلمت ما تكلموش قال لها ما تكلمتوش بيان عادي جدا واش قلوا فيه قالوا بيان رأه هذي الشاب هذا قتل بوحشية ها هذي كيش ما فيها واسمه هذي السيد هذا قتل على الهواء والناس تشوف بالصوت والصورة كما فيه هذي تفسير ولا كش ما فيها واسموه قتل بوحشية ورهم هما قال لرنا وقفين مع العائلة نتاعو واش اسموه واقفين مع العائلة نتاعو ويعزيوا العائلة نتاعو ويقولوا العائلة نتاعو بيان رأهم جزائريين رأهم من مضامنين معاكم موش في هذي كش ما فيها تحليل هذي كش ما فيها وفي المقابل قال احنا رأنا نتفهموا بلي هذي السلطات الفيرنسية رأها تقوم بمسائل هكذا نتاع القانون لماذا لأنه رأهم كينوا لك لوبيات رأهم تستغل هيا فيرنسيين ورأهم يستغلوا في هذه المسائل هذي ضد الحكومة وضد الرئاسة واش فيها واش فيها الكلام هذي وهذه الدولة رأي عندها علاقة ليس مع الاحزاب رأي عندها علاقة مع دولة وين رأي وين رأي كلام نورمال كلام عادي جدا والناس قاعدة هذا رأي استغلال سياسي وهذا ما كان استغلال سياسي ولم يحزنهم وين رأي استغلال سياسي لهم وين رأي ما شفتوش انه الاستغلال السياسي هنا في هذه المسائلة بيان عادي جدا ما فيه حتى حاجة اللي يتثير كالناس اللي هما طبيعة الحال هذه مش قضية نائلة هذه اللي رأي مدخلوا فيها الناس اللي رأي مدركهما وراء الجزائر رأي مدركهما يصطادون في المياه العاكرة كل ما جاء حادث يدخلوا انفسهم فيها كل ما جاء حادث يلا جايبين هوا وراء الجزائر من أجل تشويه صورت الجزائر من أجل خلق مشاكل للجزائر من أجل ضرب مصالح الجزائر من أجل قطع حتى العلاقات هذه اللي رأي تقيمها الجزائر مع الدول والذيك ماذا بهم بش يدخلوا في كل موضوع وراء واضح المساعد كالناس اللي رأي نظركهما يخلطوا ومن أجل إلساق كل شي بالجزائر أنا كجزائري بريه من هذه الأعمال اللي رأي موجودة سوى تعلق الأمر بالتكسير ولا بالحرق ولا بكذا سارق أي شي أنا شخصيا كجزائري بريه بريه من هذه المساعد توفى شخص ربيه يرحمه وراء كين هناك عدالة ماهيش مئة بالمئة ولكن لا أعتقد هو أنه تكون يعني العدالة ظالمة مئة بالمئة يعني رغم ذلك وما عندهم معلومات غير متحربة ما في وسائل الإعلام إذا كنت رأى الناس عندك كاميرا واحد رأى وصور بورتابل والذيك صور هو الحادثة رغم عندهم هما الكاميرات رغم منصبين هم في الشوارع منصبين هم في العمارات ورغم عندهم هما وسائل اللي ربما أنت ما عندك شخلاص وهذه الأشياء وما يهدرش عليها الناس رحى الدخلة في هذه المسألة وقاعدة بزنس وقاعدة تستغل وقاعدة تنفخ وقاعدة تزيد تعمق في هذه السراعات وتعمق في هذه الجراح يكفينا من المآسي يا صاحبي يكفينا من هذه الدموع